أعزائي طلبة وطالبات السنوية العامة أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة التاريخ موعدنا اليوم بإذن الله مع مراجعة مراجعة الفصول الخامس والسادس من ما بين القوسين ظهر محمد علي باشا والي مصر على رأس الخليج من جهة الشرق الوسط الشمال الجنوب أيوة برافو الشمال ظلت فرنسا محتفظة بقاعدة بنزرت البحرية حتى عام 1961 1961 1962 1963 1964 برافو 1963 استقلت تونس 56 إنما قاعدة بنزرت تستقل سنة 63 دخل رئيس الوزراء صالح جبر في مفاوضات مع الإنجليز أسفرت عن المعاهدة المعروفة باسم معاهدة لندن بلطاليمان بغداد بورتسموس برافو معاهدة بورتسموس بورتسموس والآن مع سؤال حدد صحة أو خطأ كل عبارة من ما يلي مع ذكر السبب في الحالتين هنا أخذ بالك إذا كانت العبارة صحيحة يبقى تعامل معها كأنها بما تفسر لو العبارة خطأ بصححها بعد كده هقول ليه وأذكر السبب مع قيام الحرب العالمية الأولى 1914 كانت جميع البلاد العربية من المحيط إلى الخليج في قبضة الاستعمار ما عدا قلب الجزيرة العربية الحجاز سوريا الكبرى والعراق احتلت انجلترا جزيرة بريم عام 1799 فعلا العبارة صح احتلت انجلترا جزيرة بريم لقطع الطريق على الفرنسيين من الوصول إلى الهند عن طريق البحر الأحمر بالإضافة إلى تأمين طريق مواصلتها للهند صح أم خطأ حافظت تونس على شخصيتها العربية الإسلامية التونسية فعلا العبارة صح لأن الشخصية العربية الإسلامية التونسية هي الأقدر على الحفاظ على هويتها على شخصيتها تعلق تونس بالجامعة الإسلامية التي نادى بها جمال الدين الأفغاني وتبناها السلطان العثماني عبد الحميد الثاني تشكيل أحزاب وطنية للمطالبة بالاستقلال صح أم خطأ اعترضت إنجلترا على انفراد دولة كبرى بطنجة فعلا العبارة صح لأن طنجة هي المفتاح الجنوبي لمضيق جبل طارق لذلك اعترضت إنجلترا على انفراد دولة كبرى بطنجة حماية لمستعمرتها في جبل طارق المفتاح الغربي للبحر المتوسط صح أم خطأ؟ دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب إنجلترا وفرنسا العبارة خطأ حيث دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا والنمسا أي ضد إنجلترا وفرنسا وذلك بسبب محاولة الدولة العثمانية استرداد ما أخذته منها إنجلترا وفرنسا وإنقاذ ما تبقى لها من ولايات عربية صح أم خطأ؟ نمى تيار فكري يدع إلى التريس في تأييد حقيقي للدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى فعلا برافو أنت صح والعبارة صح لأن الأزمة بين العرب والأتراك لا تزال قائمة ولم يؤدي المؤتمر العربي الأول في باريس ولا التسوية العربية التركية التي أعقبته كل هذا لا يؤدي ولم يؤدي إلى نتائج مرضية صح أم خطأ؟ أسهمت بريطانيا في تقويد أي إضعاف الاستعمار الفرنسي في سوريا ولبنان العبارة صح وذلك لأن بريطانيا أعلنت أنها تحترم رغابات الشعوب في الاستقلال وساعدت في إعلان استقلال سوريا ولبنان صح أم خطأ؟ تمتع لبنان بثمرت كفاح الشعب السوري فعلا العبارة صح حيث أعلنت الجمهورية اللبنانية وأصدرت دستورا وشكلت برلمانا والآن مع سؤال ما النتائج التي ترتبت عليه؟ يعني إيه اللي حصل بعد؟ سؤال فهم ما نتائج معهدة 1798 بين إنجلترا وسلطان عمان؟ كانت نتيجة عدم السماح بإنشاء وكالة فرنسية أو هولندية في بلاده أي في عمان طرد جميع رعاية فرنسا من عمان وجود حامية عسكرية بريطانية هناك ثم أسرعت إنجلترا باحتلال جزيرة بريم في مدخل البحر الأحمر عند باب المندب ما نتائج؟ ظهور محمد علي في منطقة الخليج القضاء على الدولة السعودية الأولى عام 1818 التي قامت على أفكار الشيخ محمد بن عبد الوهاب أخذت إنجلترا تتشكك في محمد علي لربما يتوسع في الخليج ويهدد بصالحها عملت إنجلترا على تدعم نفوزها على كل إمارات الخليج وفي عام 1820 فرضت إنجلترا اتفاقيات حماية على شيوخ إمارات الخليج باسم معاهدة الصلح العامة نصت على المعاهدة نصت على تحريم القرصنة وتحريم تجارة الرقيق يعني تحريم السرقة في البحر وتحريم العبودية وقد تجددت هذه المعاهدة من ما أعطى لبريطانيا الحق في التحكيم في المنازعات بين شيوخ الخليج وأخذت هذه المعاهدات شكل الحماية البريطانية للمنطقة أهمها اتفاقية حماية مع سلطان مسقط 1891 ومع أمير الكويت 1899 ما نتائج؟ ظهور محمد علي في اليمن باسم السلطان 1837 النتيجة؟ احتلال إنجلترا عدن 1839 خوفا من وجود محمد علي هناك عقد اتفاقية بين إنجلترا وسلطان لحج لحج محافظة جنوب اليمن عقدت إنجلترا معهدة مع سلطان لحج تعهد فيها سلطان لحج بتأمين الطرق وبمراقبة أتباعه ومنعهم من مقاومة الإنجليز ما نتائج؟ انعقاد مؤتمر برلين 1878 مؤتمر برلين الذي دعا إليه المستشار الألماني باسمارك كانت النتيجة حصول فرنسا على تونس حصول إنجلترا على أبروس مقابل دفاعها عن الدولة العثمانية وهنا غضبت إيطاليا غضبت جدا من احتلال فرنسا لتونس وانضمت إلى تحالف ألمانيا والنمسا والمجر هذا التحالف المعادي للتحالف الروسي الفرنسي ما نتائج؟ مؤتمر الجزيرة عام 1906 وقوف إنجلترا بجانب فرنسا ولم تقف بجانب ألمانيا سوى حليفتها النمسا خروج فرنسا من المؤتمر قوية لذا اكتاحت البلاد ودخلتها عام 1907 وعزلت السلطان عبد العزيز وخلفه مولاي عبد الحفيز عام 1908 ثم تدهورت مكانة أمير المؤمنين ما نتائج؟ حادث أغادير عام 1911 تعارف حادث أغادير؟ لما فرنسا عمل الصفقات مع الدول الكبرى وتجاهلت ألمانيا هذه الصفقات أصارت غضب ألمانيا لذلك دعا الإمبراطور الألماني وليام التاني إلى انعقاد مؤتمر الجزيرة اللي أدى إلى وقوف الدول الكبرى خاصة إنجلترا مع فرنسا ولم تقف مع ألمانيا سوى حليفتها النمسا لذلك خرجت خرجت فرنسا من المؤتمر قوية خرجت ألمانيا من المؤتمر ضعيفة وبعدها عملت حدثة وهي حادثة أغادير حيث أرسلت ألمانيا جزء من أسطلها واحتلت أغادير وهنا احتجت فرنسا وكده حاولت ألمانيا أن تحد من الانطلاق الفرنسية في مراكش وذلك باحتلال أغادير لكن فرنسا اتفقت مع ألمانيا بحصول ألمانيا على جزء من مستعمرات فرنسا في الكنغو مقابل انسحاب ألمانيا ما نتائج حادث أغادير؟ اعتراف ألمانيا بالحماية الفرنسية على مراكش مقابل تنازل فرنسا عن جزء من مستعمرات فرنسا في الكنغو إعلان الحماية الفرنسية على مراكش عام 1912 إعلان السيطرة الأسبانية على الريف والصحراء وضع تنجة تحت إدارة دولية وإحنا قلنا شمعنا تنجة لأهميتها لقلناها في سؤال صح وخطأ ما نتائج؟ إعلان الدولة العثمانية الجهاد المقدس أثناء الحرب العالمية الأولى كان لهذا النداء أي الجهاد صدى قوي بين المسلمين طب رد فعل انجلترا انزعجت حيث كانت تحكم في الهند وجنوب شرق أسيا خمسين مليون مسلم طب الشعوب العربية حماس من الشعوب العربية الزعماء العرب انتشر بينهم الحذر ولكن ما تيار تيار فكري يدعو إلى التمهل والتريس في تأييد حقيقي للدولة العثمانية في الحرب ما نتائج اندلاع الثورة العربية عام 1916 خد بالك الشريف حسين عمل ثورة عرفت باسم الثورة العربية عام 1916 احنا عندنا الثورة العربية في الفصل الثالث 1881 انما دلوقتي بقول الثورة العربية عام 1916 بقيادة الشريف حسين ولها اسم تاني الثورة العربية هي اعلان الجهاد ضد الاتراك في الفصل السابع هناخد الثورة العربية الكبرى بفلسطين سنة 36 نخلي بالنا من الالفاظ في السؤال هنا ما نتائج اندلاع الثورة العربية هي هي لما يسألني ما نتائج اعلان الجهاد ضد الاتراك وهنا نجاح الشريف حسين في اعلان الجهاد ضد الاتراك وزحف الشريف حسين شمالا واتجه شمالا واستولى على العقبة وابنه فيصل استولى على القدس تصفية الوجود العسكري التركي في الحجاز باستثناء حامية المدينة انجلترا استلاء انجلترا على بغداد وبعد هدنة مدروس استولت على الموصل اذا استولت على بغداد ثم الموصل خد بالك عقد هدنة مدروس عام 1918 لوقف القتال ما نتائج اتفاقية سايكس بيكو هو اعتنسى ان اتفاقية سايكس بيكو تمثل الطعنة الاولى للعرب تمثل غدر الحلفاء بالعرب في اتفاقية سايكس بيكو ما نتائج سايكس بيكو منعت القوات العربية من دخول بيروت سمحت انجلترا لفرنسا بانزال قوتها في بيروت وانزال العلم العرب المرفوع واجه الشريف حسين وابناه فيصل ابن الحسين وعبدالله ابن الحسين رفضا شديدا في مؤتمر الصلح بخصوص استقلال العرب تم عقد مؤتمر سان ريمو عام 1920 لإعادة النظر في اتفاقية سايكس بيكو ما نتائج سياسة الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان وباسلوب آخر ما أسباب الثورة السورية الكبرى عام 1925 عمل الفرنسيون عمل الفرنسيون اقتطاع سهل البقاع وترابلس وصيدة وبيروت وضمها إلى جبل لبنان ليظهر لبنان الكبير تمزيق سوريا إلى عدد دولات صغيرة حلب الدروز العلويون دمشق السيطرة على اقتصاديات البلاد فربط العملة السورية واللبنانية بالفرنك الفرنسي شغل الفرنسيون معظم الوظائف والمناصب الرئيسية ما نتائج اعتقال بشار الخوري ورياض الصلح في رشيا أدى ذلك إلى اضطراب البلاد وأعلن اللبنانيون تمسكهم بحكومتهم وبالاستقلال تضامن معظم الدول الكبرى والبلاد العربية وعلى رأسها مصر اطلاق صراح المعتقلين وعادت امور الحكم للوطنيين ورحل الفرنسيون عن البلاد عام 1946 ما نتائج اثر صورة 19 المصرية على العراء خد بالك هنا لما قل لك ما نتائج صورة العشرين عام 1920 بالعراء هي هي لما اسألك ما نتائج اثر ثورة 19 المصرية على العراء طيب السؤال الجاي ما نتائج اثر ثورة 19 المصرية على البلاد العربية نفس الحكومة مؤقتة برئاسة عبد الرحمن الجيلاني تمهيدا لتوليد فيصل ابن الحسين عرش العراق هذا بالاضافة الى تراجع انجلترا عن سياستها المتشددة والان الخزانة الخزانة الفرنسية حيث قامت فرنسا ب الاستلاء على الاراضي ومنح الضياع مفردها ضيعة للفرنسيين الاستلاء استلاء الشركات على الاراضي وزرعتها بالكروم لصناعة الخمور استغلال مناجم الحديد والفسفات النحاس والزنك انشاء المصانع ومد خطوط السكك الحديدية تشجية هجرة الفرنسيين للجزائر ومصدرة الاراضي من اصحابها لصالح المستوطنين الفرنسيين ومن سياستهم ايضا معاملة اهل الجزائر معاملة من الدرجة التانية يعني كل الحقوق للفرنسيين مش للجزائريين القضاء على الشخصية والهوية العربية الاسلامية الجزائرية ايد بالادلة ظهرت تيارات وطنية في الجزائر بعد الحرب العالمية التانية وباسلوب اخر ما نتائج السياسة الاستيطانية لقلناها من شوية ظهور تيارات وطنية اهمها عرض الامير خالد ابن عبدالقادر الجزائري قضية استقلال الجزائر على مؤتمر الصلح عام 1919 محاولا الاستفادة من مبادئ ويلسون الاربعتاشر مبدأ ولكنه فشل جماعة علماء الجزائر عام 1926 ومن اهم اسببها ظهرت بسبب السياسة الاستيطانية والثقافية لفرنسا في الجزائر والتي تهدف للقضاء على الشخصية الجزائرية العربية الاسلامية وتأسست جماعة علماء الجزائر بقيادة عبد الحميد ابن باديس وباشير الابراهيم وكان هدفها الحفاظ والمحافظة على الهوية الجزائرية العربية الاسلامية جمعية الاندماج من مصقف الجزائر بقيادة عباس فرحات واسببها عدد كبير من مصقف الجزائر تعلموا على الطريقة الفرنسية لذلك دعوا للاندماج مع فرنسا بدون تساوي الحقوق بين الجزائريين والفرنسيين وكان هدف جمعية الاندماج جعل الجزائر قطعة من فرنسا ظهر تيار استقلالي تحرري بقيادة مصالي الحاج الذي شكل جمعية نجمة شمال أفريقيا وكان هدفها استقلال الجزائر وأخيرا مع تيار القومية العربية الوحدة العربية وحركة تحرير العرب دا الاستعمار وكان هدفها أن الاستقلال لا يتحقق إلا بالثورة مثل ثورة يوليو المصرية عام 1952 والآن أيد بالأدلة طواطئ الدول الكبرى مع فرنسا لاحتلال مراكش بمعنى آخر ما الصفقات ما المساومات ما المؤامرات خد بالك بالتلت كلمات ما المساومات ما الصفقات ما المؤامرات اللي عقدتها فرنسا للانفراد بمراكش عام 1902 عقدت فرنسا صفقة مع إيطاليا بها انفردت فرنسا بمراكش وانفردت إيطاليا بليبيا وانت فاكر أن إيطاليا كانت أكثر الدول معارضة معارضة لفرنسا بسبب المسألة التونسية عام 1904 عقدت فرنسا الوفاق الودي مع انجلترا لكي تنفرد فرنسا بمراكش وانجلترا تنفرد بمصر وعام 1904 أيضا عقدت فرنسا الوفاق الودي مع أسبانيا وفيه حصلت أسبانيا على منطقة الريف أي بالأدلة التاريخية كانت الإدارة العليا في تونس مهتمة بتحديث البلاد والتعاون مع الدول الكبرى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث أصدر الباي محمد عهد الأمان ولذي ساوى بين المواطنين أمام القانون أصدر الباي محمد الصادق دستورا عام أصدر الباي محمد الصادق دستورا عام 1861 ونفزت في عهده مشروعات لمد خطوط السكك الحديدية والبرق والمواني على يد شركات فرنسية وانجليزية كلما حصلت إحدى الدول الأجنبية على امتياز أي تسهيلات داخل تونس حصلت الدول الكبرى على نفس هذا الامتياز ولذا حصلت فرنسا وإيطاليا وإنجلترا على حق امتلاك الأراضي في تونس التي استدانت حتى أفلست في وقت تصاعدت فيه المنافسة الدولية لاستعمار البلاد العربية أيد بالأدلة حدد شريف حسين في إحدى رسائله مع مكمهون المطالب العربية حدد شريف حسين في إحدى رسائله مع مكمهون المطالب العربية بما يلي أن يتوله الخلافة الإسلامية بدلا من الخليفة العثماني استقلال البلاد العربية من مرسين وأطنى شمالا إلى الحدود العراقية الفارسية والخليج العربي شرقا والجزيرة العربية وسوريا أي إقامة دولة عربية تضم العراق وسوريا وشبه الجزيرة العربية أي بالأدلة تجلى غدر الحلفاء أي ظهر بوضوح غدر الحلفاء بالعرب في اتفاقية سايكس بيكو بينما كانت القوات العربية بقيادة الأمير فيصل بن حسين تحرز انتصارات في سوريا انكشفت مؤامرة كبيرة بين ثلاث دول روسيا، انجلترا، فرنسا لاقتسام الدولة العثمانية ثم انسحبت روسيا واقتصرت الاتفاقية على انجلترا وفرنسا وسميت باتفاقية سايكس بيكو التي قسمت الهلال الخصيب سوريا الكبرى والعراق كما يلي أن تحصل فرنسا على جنوب الأناضول أطنى والإسكندرونة سوريا ولبنان حتى شمال العراق بما فيها الموصل تحصل انجلترا على العراق ولاية البصرة وبغداد جزء من جنوب سوريا حتى الحدود الشرقية لسينة عكا وحيفا اقامة نظام دولي في فلسطين يعني فلسطين تبقى دولية تقسيم المنطقة الصحراوية بين العراق والشام إلى منطقتين نفوز واحدة بريطانية والثانية فرنسية بما تفسر أي أذكر الأسباب اهتمام إيطاليا باستعمار ليبيا رغم افتقارها للمغريات الاستعمارية الحفاظ على كرمتها الدولية ليبيا الدولة الوحيدة غير المستعمرة في شمال أفريقيا التي تطل عليه إيطاليا وتكاد تلامسه في بعض المواقع اهتمت إيطاليا باستعمار ليبيا لتصبح ليبيا رأس حربة أي نقطة توسعات وانطلاق لتوسعات إيطالية في المستقبل بما تفسر انهزام المقاومة الوطنية في ليبيا وسقوط عمر المختار أسيرا وإعدامه عام 1931 المذابح المحاكمات أحكام الإعدام البطش الذي مارسه القائد الإيطالي جرازياني التفوق العسكري الإيطالي محاولات الدول الكبرى كسب صداقة الإيطاليين ولو على حساب حرية الشعوب بمتفسر إعلان القوات الفرنسية في سوريا ولبنان ولأها لحكومة فيشي أعلنت القوات الفرنسية في سوريا ولبنان ولأها لحكومة فيشي نكاية في إنجلترا أي حتى تاكيد إنجلترا التي اتهمها الفرنسيون أنها تخلت عن فرنسا في محنتها وأنها تسعى لطرد الفرنسيين من مستعمرتهم لصالحها والآن أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من حلقة اليوم أترككم في رعاية الله وعنايته على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته